مساء الخير يا أجمل وأطعم وأحلى وأعلى الزناس بشكر جداً اللي انضمه واللي جي من الفيسبوك واللي جي من الانستجرام واللي واحد صاحبه واللي جي عفواً من اليوتيوب وانضم ليه الانستجرام وبقول يا جماعة الانستجرام هو يعني المكان الأكتر أو يعتبر الوحيد اللي بنعمل عليه لايفات اللي يحب انه هو نتكلم مع بعض كده ونرد مع بعض وكل يلا بنصهر مع بعض نتكلم في موضوع مهم من المواضيع اللي بتهمكم عشان بعد كده لما بنزل أحيانا لايف الانستجرام في ناس بتعتقد ان اللي يفشغل وبتسأل وتقول ما بتردش ليه برحب بكم سريعاً وهنتكلم عن موضوع مهم تحذير للرجل والأنسة لاتنين على حد السواء وهايبة كل الناس اللي بتقول هاي وبرحب بكل يا أصدقاء أنا من كل أنحاء العالم والوطن العربي وحبيب وكلنا عيلة واحدة هنتكلم عن موضوع مهم وخطير الضمان في العلاقة يؤدي إلى انسحاب مفاجئ تركك ويشوف غيرك يتغرى عليك يبقى عديد معاك ما يعبركش طيب عايزين نكون أكثر دقة وانا بتقول شوعة لما نبدأ ان احنا نتجمع يعني بنحط الخطوط اللي هنمشي عليها في الحلقة أولاً ايه أسباب يعني أو الضمان في العلاقة ده بيجي منين ما واحنا بنسمع مسميات وعايزين نفسر ونفنت يعني دلوقتي انت بتقول لي حبيبك ضمانك طب انا إيه اللي أنا عملت وخلى ضماني هما ثلاث أسباب ترتيباً من الأقل للأقوة اسمع أو اسمعي معايا إن كنت بتعمله موقف فوراً عشان تعمل توازن إلحى نفسك لأن الضمان في العلاقة أنا قلت نتيجته لما بتبقاش حلوة في النهاية يا هيبعد ويسيبك يا هيتغرى عليك يا هيشوف غيرك يا هيبقى حسس إنه أخسر فيك المشكلة المشكلة هنا لما الطرف اللي انت مرتبط بيه حس إنه هو كتير عليك والضمان في العلاقة بيخلي ده يحصل ويخليه بص لغيرك لأنه عارف لما أخذ ان انت ستيبل سوري ما هو أنا هبص لغيرك ألعب بدل شوية ما نعارف ان انت موجود انت خلتني أضمرك طب ايه أول حاجة أول حاجة اهتمام بدون مقابل يعني الشخص ده ما بيهتم مش بس أنا باهتم خلاص بقى هياخد وقت يلعب بدل ووقتي ما هيرجع لك ما انت موجود تمام ووقتي ما يحب ان انت تهتم بيه هيلقيك يبقى انت بتهتم بالشخص أكتر ما هو بيهتم بيك سواء راجل أو ست الكلام للطرفين أنا فيه شخص بيهتم بيه بنسبة 30 وانا بيهتم بنسبة 90 غلط دي الأسباب هي بقى اللي انت بتعملها اللي بتديله إحاق وبتأكد له ان انت مضمون فيبدأ يتغر ويشوف غيرك ويبعد عنك وينسحب والكلام اللي بيحصل طب ده أول سبب يا محمد تاني سبب إيه لما بيعمل معك يعني غلط ما بتاخدش انت موقف قوي فأنا انا بقى الطرف التاني ما هحب غيرك ولو انت عرفت ما انت مش بتعمى واقف يعني همشي مع غيرك ونهار ما تعرف كلمتين وانت ما بتاخدش موقف أصلا يعني ما أخرك معروف أخرك هتحزن جواك وبعد كده بترجعلي وبعد كده انت ما فيش موقف مزعج يعني مهما الشخص ده غلط مهما الشخص ده غلط انت مش بتعمى واقف ولذلك اقول دايما المرتبطين عشان تمشي العلاقة صح اللي غلط تاخد موقف ولازم يعتذر هو ده ألف بيه علاقات وإلا يبقى انت ماشي غلط تالت حاجة بقى ودي كوم واللي فات كوم يعني السبب التالت ده هو أقوى وأهم وأشهر سبب وانا نصحت والله كتير في الحتة دي بس الكلام بيجيب بعض تمحور حياتك حوله اديته إحاء قاصده لما انتش قاصد ان حياتك ما فيهاش غيره فخلاص بقى يعني هو حياته ما فيهاش غيري طب ما يقدرش يستغنى عني طيب أنا بقيت أهم حاجة طب هو أصلا تافي هو ما عندهش حاجة تشغله وأنا الحاجة السمينة اللي في حياته أبعد مهما أبعد ولا بمعاوز أرجع هلاقي موجود التلات أسباب دول قادرين ان هما يضمروا أي علاقة لو كان الطرف اللي انت بتتعامل معه مش مقدر حاجة زي كده ومش مقدر مشاعرك فيها يبعد عاجلا أم عاجلا ودي مشكلة أنا اختصرت الموضوع وقول لي رأيكم في الحلقة دي واللي عنده سؤال جوه الموضوع برا الموضوع ناخد بقى أسئلتكم ونبدأ ومبعتزل اللي جيمة أخر ممكن نرجع اللاي في أول حلقة من أولها ويسمع يعني بليس توفق الجوزاء مع رجل الجدي صعب قوي ليش في أغنية مو سمعة والله ما في أغاني كلامك صح 100% دود تسلميلي عاوز أتواصل معك واستشيرك يبعتيلي على الخاص على إنستجرام انت بتكلمين على إنستجرام أو الله معك تسلميلي لو حبيت ألعب برج الحمل أعمل فيه والله برج الحمل من الأبراج المتسرعة أوي ومن الأبراج اللي بتحب الهزار والونسة نغشة كل ما كنت نغشة كل ما يقدرش يستغنى عنك ويتبقى مهمة أوي في حياة والدلع والحاجات دي كلها نورهان جميلة جدا تسلميلي عليها بليس رجل الجدي وونسة القصة وفق صعب جدا برضو زيه زي رجل الجوزاء قلبي لا تحزن قريبين من بعض في حضرتك مش بترد على إنستجرام لا والله برد بس يعني الرسائل كتير يعني ممكن خمسين مسج كل يوم فأنا أقدر أرد على عشرة مثلا بكتير فغصبا عني بيطرحها الرسائل يا جماعة معلش والنبي ما تزعلوا مني رجاء يعني أنا نفسه والله أرد على كل الناس رجل قصة مع وونسة جوزاء توفق يمشي وجيد ويمارح وهم الاتنين بيحبوا الحياة البرجين دول بيحبوا الحياة ولوزاز وخفافة على القلب كده وتلاقي فيه كيميا بينهم أنا لولا أنا برج جدل ومتزوجة برج الحمل دخل في علاقة ثلاثية أسترجعه الزمانة مش فاهم الأسباب يعني ممكن أنت تكون مأثرة في نفسك ممكن معلش تكون هو لأ بره اللي ملاقوش فيك فأنا ده دي قصة بقى يعني دي قصة يعني دي قصة يبعثيلي على الخاص باختصار واش رحيلي إلا حصل ياريت تتكلم بالتفصيل عن توفق أنسة أسد مع رجل يقول التوافق صعب ولما بيكون التوافق صعب أنا بحبش أتكلم يا ما صعب الحاجات يا ما العزراء بطيء الأسد سريع الأسد عنيد والعزراء ما بيهتم شاوي الأسد بيحب المدح والعزراء مش بتاع الكلم ده حاجات كتير قوي يعني الأسد لو هي رومانسية لو هي أنسة فرومانسية العزراء لو هو رجل فبعيد عن الرومانسية شوية طيب شو أعمل صار اللي صار بس بدي حل شو أعمل حتى أحلها المشكلة مشكلة ايه القوس والميزان صداقة كلهم بنات عسل عسلات لتنين أوي رجل أو امرأة أو رجل وستة أو ستة وراجل ما فيش أي مشكلة لتنين الدنيا بينهم بيس أو جميلة أوي وعشرة عشرة يعني ياخدوا على بعض بسرعة أوي للرجل لما ينها علاقته مع بنتي ما يعملش بلوك بس بيتجاهل الرسائل ما بردش إيه تفسير الحركة دي ولا تفسير الحركة دي ولا سيبها استيبل يعني مثلا لو هو اللي معاها ماهو لسه ماهوش عارف هل اللي معادي هتتم هل هتوافق هل هتكفيفا هر ما تبعد أو تغيب يبقى في استيبل بس هي الفكرة في كده فين حلقات التوفق والأبراج والله ما لقيتش يا إيمان تشجيع منكم يعني بنزل حلقة ما حسيت إن انتوا عايزين مواضيع تانية بس هنعملها أنا وعدت بيها هنعملها بس أرد على مجموعة الأسئلة اللي جات لكم دي إزاي أربي وأعلم الحمل المشكلة إنه شاف حالة علي ما فهمتش برض ابتسام تحكي ليه بتأخر الجديب لأترب الحب طباعه الأبراج الطرابية كلها بلا استثناء رجل أو امرأة متأخرة ومتؤنية ودبان ممكن بردة لو انت برج هوايا أو ناري تحديدا في حتة الحب دي وبالهم طويل ويحب إنهم يمشوا على مهلة أوي ويستيب بايستيب بتاعتهم بتطول أوي ويشلوا لو انت بستعجل لمياه جاوبني رجل الميزان مع أونسة الجدي في الزوائد طفق صعب يا لمياه مش بصدمك بس منورك إن الموضوع محتاج قعدة وتفهموا طبع بعض عشان إن شاء الله ما تواجههمش مشاكل كبيرة يعني والعلاقة تستمر طيب يا جماعة حد معاه حد عنده أي سؤال تاني الجدي حنوم بس بارد أنا قوس راح نجن منه كيف حالك الحمد لله والله بخير أرى مش عارف أنا في يعني إزاي أعلم الحمل الأدب وأربيه من غير ما أخسره إنت برجي رجل العزراء صداقة الحمل والقوس صداقة جميلة أو فيها انجزاب وفيها كيميا ممكن حلقة عن أكثر الأبراج جنون حلوة الفكرة دي ندرسها أكثر الأبراج جنون طبعا جماعة أنا أكتفي بقى بالقدر ده مش هطول عليكم عندنا حلقة مهمة أكثر رجال الأبراج اللي بتخاف من زوجاتها ومرطاتها الحلقة دي نازلة على اليوتيوب حالها روحوا شوفوها ونازلة على الفيسبوك كمان وإن شاء الله عندنا لايف بكرة اللي ما اشتركش واتو حشول